وقع من الصعب تصديقه دقائق معدودة كانت كافية لتغيير المشهد الحضري في تركيا هكذا كانت مدينة كهرمان مرعش الواقعة بجنوب شرق البلاد قبل وقوع الزلزال لكن بين ليلة وضحاها تحولت إلى مدينة من الأنقاض لقد مح الزلزال المدمر الكثير من الأحياء السكنية والعمارات وطمر معالمها تحت الأرض الوضع لا يقل سوءا في مدينة أنتاكيا في أقصى الجنوب التركي صور التقطتها الأقمار الاصطناعية تظهر حجم التغيير الذي طرأ على المنطقة المدينة التي كانت معروفة بإرثها العمراني فقدت جزءا كبيرا من مواقعها الأثرية بما في ذلك مساجد قديمة وكنائس ومعابد الخسائر المادية كانت كذلك بارزة في كل من مدينتي نورداجي وغازي عنتاب حيث تظهر الصور طرقا مقطوعة بسيارات الإنقاذ ورقعا يغطيها الحطام ولا يختلف المشهد كثيرا في الشمال الغربي السوري سقطت المباني بشكل كامل وجزئي في العشرات من القرى والبلدات بمحافظة حلب ولعل بلدة أرمناز من أكثر المناطق تضررا وذلك راجع لضعف بنيتها التحتية وغياب المرافق الصحية اللازمة ومن المعروف أن المناطق التي تعرضت للزلزال في البلدين تقع على حزام زلزال نشط وهو ما يستدعي عادة اعتمادة منظومة بناء مقاومة للزلازل لتقليل المخاطر قدر الإمكان ويشمل ذلك وضع أساس يصف بالمرن وتجهيز البنايات بما يسمى أنظمة التخميد التي تطبق قوة معاكسة للحركة الزلزالية ينصح أيضا الخبراء باستخدام مواد ذات ليونة ملائمة قادرة على الصمود في وجه الهزات الأرضية وبالرغم من هذه التوصيات كشفت تقارير عدة أن معظم المباني الحديثة التي انهارت لم تكن تحترم أي من هذه المعايير اشتركوا في القناة